مرحبا بكم في قناة دي دو سمودي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمودي هذا النهار ان شاء الله نقدم لكم موضوع النخالة النخالة مفيدة جدا في تربية الاراني يعني انا سنضروع التامان في حلقة تتبع هذه الخنشة هذه اللي هي خنشة فيها بكمية كبيرة رافيها خمسة وعشرين كيلو يعني النخالة هي كتتنتاز بالخفة ديالي انها خنشة عامرة بزاف يعني كتتدير ميات درهم ميات درهم را ممكن انها بحل وحد ربعات من السواس را ممكن تجيب لكم مثلا نقولوا واحد ست شهور ست شهور يعني هنها دروع للفوائد ديالي اذا النخالة كما تشوفوا معايا كينها جوج انواع كين النخالة يعني ديال الشعير اللي كتكون غالية شوية ونخالة ديال القمح هدي النخالة ديال القمح ممكن انكم كتلقوا فيها شي حبات ديال القمح ماشي مشكل هذا في شي لحسب طحين اذا اسموا الضرو يعني الفوائد ديالها في تربية الارانب كين اول حاجة هوية تسمين يعني الناس اللي كيقلبوا على التسمين يعني للارانب البلدية وللالارانب الرومية ممكن تخلطوها مع شوية ديال الضرة ماشي مشكل ولكن اللي ما عندوش امكانيات ممكن انه ادروا غي النخالة بوحدة بالنسبة للناس يقول لي كتدخلهم في النيوفهم فعلا ان الارانب اللي كيقلبوا كي ياكلوها كتدخلهم في النيوفهم كيبقوا يعطصهم الطريقة وهي كالتالي هلنا نوريكم واح طريقة سهلة للغاية اذا كيما كتشوفوا معي انا يا الماء الساخن انتم ما راكين هذا سخون وهذا البالد مهم غادي نضيروه السخون هاو السخون غادي نضيروه تايب يسخن هاو لما عقب البال غادي نخلوه بما يسخن هاو لذلك يسخن سيقول لي ساخن للغاية اخادي نضيرو هاو لبرا الماء ساخن للغاية لم يغدا نكبوه حتى نغرقوه هاد نخاله وانما غادي نغرشوها قريب من الماء صافي هذا كافي شوكو شحل بشحل بشحل بشكل غير شوية هذا راه كافي انكم يعني من غادي تخضل الطاب على هكا كا سمو غادي وقع انها هو غادي يتجمع هادك نخاله كا تجمعه هاو وادرخوه ها انها تبقاش ناشفة ونمكن انها تضرهم في نيوفم يعني تخشلهم في نيوفم وتضرها ثم اخواني تطارقها عملية من الفيديو حاولت نديرها في تطبيق ثم تتقل وتخلطها بحالها فيوقع ان النخالة رهاء وبلاد ساخنة ونصف الوقت لم تقلش غبرة انها تجمعت ولكن كان قادية وحدة انها لم تخصش غرقوها بالمدزر تلصبوها بالمدزر تتقلل عامره بالماء تولي فازقه بالزر هذك اللقطاريين مجتدتوها كونوا متأكدين انها تتأثرهم على المرارة لا نديرها بها الطريقة هذي يعني غي تكون ساخنة وفي نفس الوقت عندما شوفوا بتحديها لكي غير غي نحن كنقولون مرشوشة بالماء مرشوشة بالماء يعني حد الطريقة هذي ممكن انكم تعطيوها الاكترية الماء الساخن تعطيوها الامهات من يكونوا يغوها أولهم سنكدير لهم كتساعدهم انها على الحاليب وكتدير لهم قوة يعني كيكونوا علي الله والدين ممكن انكم تديروها الطريقة بالماء الساخن كتعجبهم بززاف يعني أول تكون يا الله ولدة الأنثى يعطيوهم الطريقة هذي بالنسبة للآن اراني بصغار اراني بصغار اراني بصغار بعد الفيطان وبغيتو تسمنوهم ممكن انكم تديروها الطريقة هذي وممكن انكم تديروها الطريقة بمسخون تديروها الطريقة بارد ماشي مشكلة غي الاهم في المرحلة هذي ديال الرش بالماء انكم ماشي ترشو تتغرقو هالشي لا يعني شوفوش حال اندت ديال الماء غي شوية باش متقاش غمرا يعني متقاش يعني يعني متقاش يعني يعني مرشوش بزال وماشي ماشي داير ماشي ماشي انها شوفتاول لغو غبرة متان غاد يدخلهم في نيوفهم وغاد يبقوا عد صور فهلان هذه القادية يكونوا كي يكلوا هكا إلا دخلت لهم هذي غبرة ديال النخالة في نيوف ديالهم يبقوا عد صور ممكن تسبب لهم واحد ايشي امراض انتم مفرين عنها الطريقة وهي كالتالية هذي راب الطريقة ديال جدودنا هكا كانوا كيديرو كيشدوا وكيرشوها شوية بالماء كتولي انها قادرة انها نقلنا بها كلها وما تضربوش وفي نفس الوقت إذا دتوا مع الماء الساخن راها كتعجب الإينات ان يكونوا عاد والدين كتقدر لهم الحالي وفي نفس الوقت كتعطيهم القوة باش يتسرجعوا النشاط ديالهم إذا هذي هي الطريقة ديالي اللي كنتستعملها وماشي أنا اللي أنا كنتستعملها يعني ماشي طريقة مبتكرة ولا جبتها من راسي هذي شي طريقة ديال الجدود يعني تستعملوها الكبار والصغر والبلديين والروميين وتلك الروازن يعني أي الرنب بغيتو تعطيه هذ يعني النخالة راها خصة ثمان وخمس وعشرين كيلو راكت تكون بحد كلمية كبيرة يعني هي خفيفة في الوزن ديروا معها يعني شوية ديال الماء مرشوش الماء ساخن طبعا الحال وعطيوها لهم كميات يعني ماشي ماشي تكترلهم بالزر لأنها يراها مجهدة ورا كتتمن بوحد طريقة يعني كتعطيهم لحمد الزر حاولوا أنكم تعطيو واحدة كميات يعني مثلا ديالطاس ديال ياغورت بدون ديالأسماء ديالشركات كين طاس ديالياغورت تعمروا مثلا وتدلهم هاد النخالة طاس واحد راكا في فليون كام لان راها هي مجهدة النخالة كأنكم عطيتوهم الزرع ديالحلقة ديالنهار نتمنى أنها تكون يعني فادتكم راها مفيدة يعني بالنخالة لبنسبة المرب المبتدئ لبنسبة المحترفين لأن التمن دياله راها رخيص يقدر همراها يعني واحد كيميا كبيرة قاعدوا تديروا منها يعني تتحصوا برأسكم أنكم يعني هذه القنينة ديالكم الأرانيب راهم وصلوا الحمد لله ممكن أنكم تبهوا غير واحد جوج أرانيب الله وتشيري وخنشأوكم إذا حاولوا أنكم تعاملوا مع هذا النخالة واحد دقاء قاعدوا أرانيب ديالكم وإن شاء الله يقولوا خير وإشترككم بروكا الناس ماذا ما شاركوش معالي يشاركو معنا ما تنسونش بزر جام تكيولا دي البطنة التحتانية بزر جام باش تسندوني ومقصرتكم فيديويتك بحال هذه الشكلة هذا تكيولا زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر لطف��